أستاذ إبراهيم الحديث لا ينقطع في الشارع المصري عن دوري أبطال أوروبا عن مصير ليفر بول فريق نجمنا الكبير محمد صلاح على المستوين على مستوى الدوري الإنجليزي وفرصه إن شاء الله في المباراة هذا الأسبوع خلال أيام قليلة مع باير ميونيخ الألماني على ملعب الأخير حضرتك شايف إزاي فرص محمد صلاح وليفر بول بعد الفوز النهاردة على بيردنلي 4-2 تم تريد نشوف الفرص من خلال ماتشاة الأسبوع اللي فات بتاعت أبطال الدوري في أوروبا بتكلم تحديدا على آيكس مع ريال مادريد ومانشستر جنيتن مع بريسا سان جيرمان يعني بتحديدا منشستر جنيتن مع بريسا سان جيرمان كان ماتش يعني بـ 2-0 يعني أنا كسبانك المباراة الأولى فما يش فيه توقعات ما تنضرش تحسب أي حاج ليفر بول اتعادلوا 0-0 إيه اللي حيحصل في ألمانيا مع بير مينوخ ما بقاش حد يقدر يحسب أي حاجة في أي موضوع وكمان تأكيدا على كلام حواليك أن الفوز في المباراة الأولى كان على ملعب منشستر يونايتد أيضا في النترة 2-0 في النترة فالتعويض صعب ليدن فهي دي كرة على فكر كرة القدم بس الملاحظة يعني هو طبعا يعني أراد الله أن تكون هذي يعني كان ممكن بريسا سان جيرمان يخرج بس طريقة تانية يعني إنما تب أنت كسبان في لندن ولي هنا وفضل ثلاث دقايق ولو انتهى الماتش على ما هو عليه حيث تب أنت كسبان وفي ثلاث دقايق دي تقلب الآية وتبقى بره قال لا ده أنت ما بتعديش دور 16 الفريق ده ده الصرف عليه أكتر من نص من زميد قطر الفريق ده بريسا سان جيرمان ده حالات غريبة يعني أنا مش شايف لها أي تبرير منطقي حقيقة تفسر بي حضرتك حالات الإخفاق المستمر لهذا الفريق مع إن الإنفاق والصفقات بيزيد من عام لآخر هل ده معناه إن الإنفاق واحده لا يكفي في عالم كرة القبر؟ أنا في تقديري أنا أرى بتصور إن أنا صاحب الكرة فاكر نظري صاحب الكرة زمان لما كنا بمعايا كرة مش عاليبنا أحاق ده ومشي برضو أنا اللي بيصرف عنادي صاحب النادي عايزي ليه بدا وعايزي ليه بدا وعايزي ليه بدا يعني حدوتها تانية أنا باعتقد إن النادي ده ما فوش مدير فني مش مدير فني الفرقة مدير فني حقيقي يقول مين يلي ومين يروح دي نمرة واحدة أنت لا من كل اللعيبة اللي في كل حتة كل يعني واحدك تقصد المدير الرياضي المدير الرياضي فني هو فني يعني هو ده بأعلى ده اللي بيقول نليب باهتيال كده أنا باهتيال لصاحب الكرة هو اللي بيقوله عايزي نليب ده وفي أعدم الليل كده يقول له إيه رأيك يا شيخ فلاني يقول له تي ليه كده أنا في رأيي المسألة جاية كده إنما ما فيش أي حالة لأننا واضح تماما لما يبع عندك ملموات اللعبين ده يقولون مش حاوي والناتل بتاعهم وقوة الدفع بتاعيتهم تيدي تنهار في ماتش زي ده مش حارفين نعملوا حال لا يبع في حالة غلط باهتيالي كده يعني طب وعلى الجانب الآخر مان يونايتد كل الناس بتقول إن الفريق ولد من جديد ولو شخصية مختلفة تماما أفضل فنيا في الملعب والروح القتالية عند اللعبين أعلى وإنهم مع سول شاير فريق مختلف تماما عن الفريق اللي كان مع مورينيو مؤكد مؤكد ده بيحصل خلي بالك إنه اللعب الماتش ده وعنده كم واحد نقص ده الفرقة تقريبا نصها كان مش موجود الأساسيين إنما أنا بعتقد إنه هو حظوظه يعني برضو معادش برضو معادش حالة أخر إنما حظوظه في طولة أوروبا ما اعتقدش حتى تبقى عالي لنطلع لنا حالة بعاود بديد اسمه آيكس 21 سنة تعريبا متوسط الأعمار بيلعبه كرة كويسة جدا اليقى عالية جدا فهم تكتيك عالي يعملوا حالات غريبة جدا طحونة بتاع زمان بتاع أولان ده شفناها تاني وما بيلعب ده الجونة التانية اللي لابوه في ريال مدريد ده يتدرس يتدرس فعلا يعني أنا أنا بكل المقاييس لا فرقة ده جدا أنا معرفش ده طب إيه ده حكاية تانية طلع أنت عندك متأكيدا كمان أكلام حظوظه كان عايز تعليق على تصريحات المدرب العام لفريق آيكس أمستردام لأنه كان في مدخلة خلال الأيام اللي فاتت مع قناة الأهلي وقال أن الفريق اللي قدر يتفوق على ريال مدريد في الشامبينز ليج يقدر يفوز على أي منافس آخر في البطول أنا في تقدير يعملوا مفجأة أنا أعتقد ممكن بودل حصان لسوي ممكن نوصله يعني طبعا فيه في الآخر خبرة بتكسب فيه في الآخر لعيبة زاد خبرة يعني وبتاع إنما في الكرة خلاص ما عادش ما عادش بيحصل ده وبعدين أي مستوى أيا كانت النورومية ما فيش مستوى بيقعد على الكرف العالي ده لازم بينزل شوية هم لهم تجربة سابقة برضو كان فريق مجدد ومتوسط أعماره صغيرة عام 95 وقدروا يفوزوا بالبطولة لكن السؤال هنا أستاذ إبراهيم حدريك مع الأراء اللي بتقول آيكس عمل معجزة كروية بتفوقه على ريال مدريد وإبعاده من البطولة ولا ريال مدريد حقيقي بعد إبعاد أو خروج كريستيانو رونالدو من صخوفه فقط 50% من قوته بالاتنين يعني أنا بعتقد أن ما هو كريستيانو رونالدو ما هو مش أحسن لعيب في العالة إنما هو أحسن يعني هو في الفرقة مثلا 90% من الفرقة ومن أي فريق حيبه فيه هو كده هو غاية دي شخصيته وتأثيره على أي فريق موجود ده لعب غريب لدن بيتمرن غريب لدن تمراته غريب يعني هو عنده يعني المسألة في دماغه أنا بالتالي ده حيلعب لسنوات رونالدو لأنه يعني عارف يعني إيه كرة وعارف يعني إيه احترم احتراف وعارف يعني إيه يعني فاهم بيعمل إيه فهو بدنيا مش ممكن فهو فاهم خرر من ريال مديد آه نص الفرقة وكان خروجه غلط أنا مش أدر أفهم الرالي ده وراء بعض وبعدين زيدان كان آري آري السكة اللي رايحة فخلي بالك إن عندك ثلاثة عندك مثلا ما يبقى عندك أربعة لعيب ما منذول تلت الفرقة أكتر من تلت الفرقة حالة وثلاثين سنة وانت عندك ده كده فهو الفرقة عنده عنده مكل فيه وبعدين ما الشدة طب تعال بقى قابل ده روز إنما اللي عملوه خواننا بتوع هولندا لا هم بلعبوا كرة غريبة جدا صراحة وحدك دائما مهتم بالحاجات الأكاديمية والعلمية بدرجة كبيرة كريستيان رونالدو قبل ما ينتقل يوفانتوس عملو له تحليل اللي بيطلق عليه تحليل مكونات الجسم والنسب في مقابل الوزن لأن عنده أعلى معدلات بالنسبة للعضلات وأقل معدلات بالنسبة للدهون أو أي وزن إضافي للجسم رغم إنه في الأعوام الأخيرة من عمره كلاعب لأنه تقريبا عمره دلقتي 34 سنة كريستيان ورونالدو ده درس للعيبة بتهتنا بقول لك بقوله شكرا برونالدو وقال ل إنه نحن تبقى علامات الإيامة لو لعبتنا بقت كده بقى علامات الإيامة يعني حصل لهم حاجة في دماغيتهم إنما بقوله إنك إنت لما تهتمل بنفسك ما هو أنت دي بقى دي صناعتك بقى دي مسابلك بقى دي أنت فالنهار ده كورة من غير مهما كانت مهاراتك من غير لياقة ولا تلزمني في حاجة ولو إنت عندك لياقة الدنيا ومعندكش كورة ولا تلزمني في حاجة فإنت لما يبقى عندك ملموعة وإحنا عندنا كل مشكلتنا إحنا ظهر في مصر ملموعة مواهب في العشرين خمسة وعشرين سنة اللي فاتت تلعب في أي حتة في العالم بس التمانية وتسعين تسعة وتسعين في المية منهم لياقتهم البدنية مش مظبوطة والواحد في المية اللي كان عنده اليقة وعنده مهارات كويسة ما كانش عنده ثقافة الاحتراف ما كانش عنده فكر الاحتراف هو إنه ده خدته فما بقاش مهتم فكلهم ريروا الوحيد اللي طلع وربنا أرسله لنا عشان نعرف إن إحنا عندنا مواهب محمد صلاح محمد صلاح بكل المقاييس بكل المقاييس محدش ليه فضل بعد فضل ربنا عليه هو الولد يبقى عنده الجلد ده وعنده الرضا ده وعنده القناعة دي وعنده الصبر ده أربع ساعات ونص رايح راكب تلات أربع مواصلات وأربع ساعات ونص يعني تسع ساعات في اليوم وشوف تمرين ساعة دي يتخنم يقوم الصبحية تاني يعمل ده كل يوم وهو هو الوحيد عينه على الهدف هو الوحيد اللي كان شايف ده الظاهر طيب أدي واحد طلع بره زي اللي طلع إمتى تعلم ثقافة الاحتراف يا محمد ده يعني في الأول والأخر وربنا رادي علمه يعني مين تعلم إمتى مش هقولك تاله هو أخذ بالأسباب زي ما ربنا أمرنا هو اكتهد اتهد اتهد وربنا حدي لك عايز أقوله كل حد عندنا يا عم انت قاعد في الملعب عشر سنين اتنشر سنة ثلاثتاشر سنة هم دول هتقعدوا انت مش نال إنسانة ما هتقعد تمثل لغاية ستين سنة ده انت بتتكلم لغاية تلاتة وتلاتين واثنين وتلاتين انت ما تحافظ على ده عشان تعيش طول أمرك على ده يعني نجاحك في الفترة اللي 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 أما نشوف واحد زي يعني من اللي 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 عام علي بوريشة نراحه ده اسمه مولود قاعد دلوقتي حسن شحات أما تشوف بقى محمود الخطيب الفترة اللي عادة دي واحترم ده والكلام ده كله هي الغاية دلوقتي هي دي كده فإحنا ما عندماش دية أنا لما يبقى رونالدو لما يبقى عنده اثنين وتلاتين اثنين ولا تلاتة اربعة وتلاتين سنة اربعة وتلاتين سنة أما يعمل له كشف الـ وعدين اللي زنة مخت أنا أعتقد ان تلاتة وتلاتين على أقل تقدير لأن تلاتين وحرر سي كده فلاقوا ان اسمه هو المثال يعني ده النموذج الكتاب بيقول كده ده ايه يعني عارف بيأكل ايه وبيشرب ايه وبتدرب ايه وبيعمل ايه عشان يبقى ده واداءه زي ما حدك قلت مش معتمد على انه موهوب قوي او جنب مهاري بس هو كمان مركز جدا على الفتنس وروح قتلية في الملعب والالتحامات والعاب الهوى وبيرجع يدفع يعني بيعمل كل حاجة لما بيعمل ولا بتقع العاب الكوة لما بيعمل يعني عشان كده ده مثلا كان ايام ريال مدريد كان بيبقى اي كورنر مشكلة علشان دفاعي قدر يتعامل اه لما كان يعني فا طيب الكلام مترابط ببعض يا سيد إبراهيم عايز ارجع كلام حداك عن كريستيانو رونالدو طبعا النجم الكبير يرجعنا لنجمنا الكبير محمد صلاح شايف حضرتك فرص ليفر بول ازاي سواء في الدوري او في طولة اوروبا امان باير مليون اخوة المنافسة مع مان سيتي اللي دلوقتي متصدر بفارق نقطة او قدر يعود للصدارة بعد ما كان ليفر بول متفوق من بداية الموسم المنافسة بينهم الى اين تؤدي مع نهاية الموسم وحامد صلاح كمان هل تعتقد انه الافضل لو يستمر في تجربته النكحة جدا مع ليفر بول لان في اسماء او اراء كتيرة بتتتوقع ان صلاح يكون الموسم القادم في ريال مدريد اه على فكرة الحكاية دي تلاقي حسابات تانية احنا بيتكلم في حاجة وهم بيتكلم في حاجة تانية لهم حسابات تانية يعني النهاردة لما يلي ريال مدريد عايز ياخد محمد صلاح باخده على اساس ايه انا واخده ليه وعلى اساس ايه وبعم بي ايه طب انا امشي ولا اقعد يعني كان ساعة مجات روما وقالوا ان يلي لوفربول كان فيه ناس بيقولك تموطعت في روما ده انت في روما محمد صلاح في روما يعني حدوت الهجام ده جدا وصلت لنا المعلومة استاذ ابراهيم 5 فبراير 85 1985 ده تاريخ ميلاد كريستيان رونالد هو بالفعل 34 سنة 34 فاللي انا عايز اقوله ان محمد صلاح لما راح كان كل بفتكر نديمه خطرة انك انت بتطلع من مدرسة كورا لدور انجليزي صعب جدا دور انجليزي صعب 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 لما تطلع منه وتطلع من ايطاليا وتروح الدولة ليس صعب بكل مقاييس وراح نجح هناك هل هو لما بيروح هو حساباته ايه يعني المسألة الاسلام ارتبطة بحسابات مؤقتة انما انا في تقديري انك انت في نادي يعني لو ريال مادريت احنا بنيتكلم على نادي سياك من اللي هو فيه دلوقتي انما في الاول في الاخر ده نادي بطل بطولة يعني وتبع عنده كل المقاومات وتبع عنده كل النقاط احنا الغد دلوقتي الليفربول عنده مشكلة وراه في الدفاع عنده مشكلة في الدفاع الحتة اللي وراه دفاع مشكلة لغد دلوقتي يعني مش سليمة 100% وبعدين هو عنده مين ده اللي بيلعب بيه وبعد كده الاثنين ثلاثة دي المشكلة اللي بتقال فعلا حداك اثرت اهم نقطة فيها نوع من النقد الليفربول ان الفريق قوي جدا ولكن ما عندهوش دكة بودلاء قوي عنده المجموعة اللي بتبدأ المباراة الحداشر اللي بيبدأ المباراة ادي حاجة لو حد بقى تعور اول حد هتخش في مشكلة نمرة اثنين تعال نشوف بقى سيتي يعني هو بيعتمد على الحاجة سيتي ما عندهوش ما بيعتمدش على حد كلهم بيليبوا يعني بيسيبك الويروي يعني بيعمل لا انما هم كلهم فرقة رمعية غريبة تشكل وانا بعتقد ان عنده صفوفه اكتر دعم عدد النجوم اكتر انما في الدورة الانجليزية وارد لدن النسيتي داي ثلاث ماتش اثنين يعني مش ضروري يعني ده وارد زي ما حصل ما الفرق كان سبعة بنت بين ليفربول وزي نصالح ليفربول اه انما وارد انه ثلاث هل يقدر ليفربول ليفربول تعاد الماتش مالوش لأي لازمة في أي حتة اللي ماتش انما يدي كورة وهو دورة صعبة جدا وصعرها رأينا صعبة التنبؤ يعني هاك شايف خلاص المنافسة محسومة هذا الموسم بين ليفربول ومانسيتي واحد منهم اللي هيحسم هيحسم ده طبعا 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 وهو دورة الانجليزية مثلا يعني دورة صعبة والاندال اللي فيه ما فيش حدث ما هنادي تحت وصغيروا بي اذا انت بتروح الملعب اللي هناك بتبقى حاكلوك طيب في بطولة اوروبا ليفربول وهنتكلم عن من سيتي وشالكة بعد ليفربول وباير ميونيخ حضرك شايف ازاي سريعا ليفربول وفرصه مع بايرن يونيخ انا رأي انه عنده فرصة رأي انه عنده فرصة مش زي ما الناس ولك الهاصمة تعالدوا هنا لاحق لا لا انا رأي انه عنده فرصة ويمكن ان يفوز ويمكن ان يوصلوا دور التمانية وليفربول ما عنده خبرة في الحتة دي كويسة طبعا بايرن عنده خبرات كتيرة في طولة اوروبا حنرجع نكمل كمنا مع حضرتك ومع مشاهدينا ولكن بعد ان نتوقف مع هذا الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية ونواصل هذا اللقاء مع الناقد الرياضي والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي واستاذ ابراهيم قبل الفاصل حضرتكم تتكلم عن فرص الفرق في الشامبينز ليج والدوريات الاوروبية بنتكلم بشكل خاص عن نجبنة محمد صلاح مين الاقرب من وجهة نظر حضرتك وان كنا نتمنى طبعا عشان محمد صلاح نجبنة الكبير فوز ليفربول بايرن ليفربول بعد التعادل السلبي في المباراة الاولى انا احساسي ان المسألة مش منتهية وممكن ليفربول ان الفرص متساوية متساوية وممكن اهم لانه برضو ليفربول مش مش اولئي في الاعدام ده من سيتي الناس قالت انه هيكون في الفاينال في الشامبيونز ليج البطولة النسخة السابقة لا في الفاينال دي محدش يكلم على الفاينال لا يا ممكن اه هو موجود دلوقتي ممكن يعدي ويوصل انما فاينال دي استنى شوية شايف انه مش هيكمل حتى لو تجاوز شالكا انا معرفش انا معرفش كمان تخلي بالك القرعة بتخدم ناس يعني اللي حيلعب مع بورتو ده ده خل دولة اربعة كده يعني هيكون افضل من بورتو كلها دعياله اخدت بالك يعني اللي وقع بقى مع برشلونا ولا وقع مع لا طب مين حضاك قولي تلات فرق متوقع اتنين منهم يبقوا في الفاينال في بطولة اوروبا الاقرب الموسم ده عشان نختتم الحديث ونبقى ننتقل للاهل دلوقتي بقى انا شايف برشلونا طبعا وآيكس ممكن يبقى الحسن الاسود بتاع المطولة يوفنتوس واتلاتيجو مين بعد الفوز من ورا الاولى ماتش صعب جيد ماتش صعب ماتش صعب خاصة يعني يعني لا ماتش صعب صحيحي ليفونس على ارضه رهيب ونمهوره رهيب انما ماتش صعب انما بعد الاتنين صفر ومش اتنين صفر ما بقاش فيه خلاص ما بقاش فيه وفاجأة ما بفيش ورولاندو ما لعبش الماتش اللي فات مريحين يعني طب لو حضاك بتتمنى نهائي للبطولة دي بالشامبينز ليج تتمنى تشوف مين ومين في النهائي برشلونة وآيكس برشلونة وآيكس مع ان انا بحب ليفونس كمان بس انا بقول برشلونة وآيكس لان انا عايز اشوف طيب انت ازاي تقدر تطلع فرقة ويبقى يعني انا اصل المعنى ان اختلع فرقة وتوصل الكلام ده كله واحد وعشرين سنة ولسه ان الولمية مزار الكلام ده كله مختلفة وحتتكرر في الفترة الجاية هتعدل بعض الحسانات وهي مش غير يعني هي مسبوقة قبل كده بكده انك انت هتطلع بفرقة كده وهم اخواننا ابتو هولندا في شطرين في الحكاية دي زي ما طلعوا في كاس العالم وتعملوا في الطحونة وعملوا ده ايه ده فهم عاملين تنربة تستحق ان هي نستنى نشوفها يعني هنتابع الفرق ونشوف كمان ايكس مصيره ايه في البطولة وهل هيكمل بنفس القوة اللي الكثير من الناس بتتوقعها بعد ما خرج ريال مدريد ولا هيقفق في الجولة القادمة